علي معلول همشي معاك قصة كده رزيزة يعني تفاهمك قد ايه هو شخصية مهمة جدا في النادي الاهلي وقائد حتى لو من غير شارة هو وقائد في النادي الاهلي من سنوات حتى لو من غير شارة الاهلي كان بيلعب التراجي في دول ابطال 2017 في ربع النهائي في رادس وغلط علي معلول الغلطة دي طبعا حالكم تتذكروها وسجل منها التراجي قدر في نفس المباراة انه يرجع ويعمل السست ويقود النادي الاهلي للصعود والفوز بالمباراة مش شخصية مهزوزة مش شاب صغير وخلاص على فجرة يعني من سبع سنين يعني تيبا كان عنده 23-24 سنة فانت بتتكلم في العيب من صغره عنده الشخصية دي نهاية دول ابطال افراق الموسم اللي فات نهاية دول ابطال افراق الموسم اللي فات والامور متأزمة جدا والكل متوتر جدا يصنع هدف الفوز لمحمد عبد المنعم ويفوز النادي الاهلي بالبطولة نهاية القرن لو تفتكروا الاهلي قدام نادي الزمالك في 2020 اول حاجة عملت في المباراة أسست علي معلول للسلية هتلاقي دايما علي معلول في المواعد الكبيرة موجود ودام ما زنبي خلق لسه هو من كام يوم عامل اتنين أسست مخلص بيوم المباراة علي معلول هتلاقي دايما في المباراة الكبيرة ومش المباراة الكبيرة كمان كل المباراة ودي حالة خاصة جدا حالة خاصة جدا في تاريخ كرة القدم المصرية يستحق اليوم علي معلول انه يكون كابتن للنادي الاهلي حاجة أخيرة وسريعة جدا لابد لابد من إعادة النظر في فكرة مين يحمل شارط القيادة في أي نادي أو في أي منتخب في مصر لازم اللي يحمل شارط القيادة مش المفروض في رأيي انها تبقى بالأقدمية أبدا مش من المفترض انها تبقى بالأقدمية شارط القيادة دي عاملة زي ان انت كده مسا نتيجة تعين مدير في شركتك فالمدير ده ما ينفعش يبقى بالأقدمية من المفترض يعني لأ لازم يكون عنده صفات القائد عنده الإمكانيات الإدارية والفنية عنده الشخصية اللي بتعرف تواجه الأمور الصعبة عنده الشخصية اللي بتعرف تخلي زميله يحبوه يعرف يتعامل معاهم تفاصيل كتير تخلي القائد هو اللي بقى عنده الصفات دي مش بس بمجرد انه هو لعب كتير او هو القديم لازم نعيد النظر في الحكاية دي على فاكرة فيها أسماء كبيرة في تاريخ النادي الأهلي لعبت وعتزلت وكان عندها الشخصية دي وما شلتش شرط القيادة وفي الزمالك وفي منتخم مصر أسماء كتيرة وعظيمة احنا دايما بنحسبها في الحتة دي في رأيي أنا غبط على فكرة مش بقول برضو اللي شلوا شرط القيادة في النادي الأهلي بحكم الأقدمية ما كانوش يستحقوها لأ دي كيتلعيبها عظيمة جدا والدليل انها فضلت سنوات في النادي الأهلي وعندهم من الولاء والإخلاص وتفاصيل كثيرة جدا اللي خلوهم يشيروا شرط القيادة بس نقطة القيادة اسمها القيادة عنده الشخصية دي الشخصية القيادية لازم أعادت النظر فيها بدون زعل وبدون دي وبدون أي حاجة بالمناسبة